لم تنفق صواريخ إيران تارة والميليشيات تارة أخرى عن قصف أربيل قصف تكرر مرات ومرات باختلاف المنفذين من جهات أو أدوات بيان للسلطات الأمنية في كردوسان العراق أعلن تعرض أربيل الأربعاء إلى قصف بثلاثة صواريخ أطلقت من معبر الحمدانية بمحافظة نينوى باتجاه أربيل في محور الخازر في بلدة خبات مبينا أن الصواريخ لم تتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية مراقبون قالوا أن الميليشيات الموجودة في مدينة الموصل حولت نينوى إلى محور للقصف على أربيل بسبب هيمنته على المدينة بالكامل وتناغم مصالحها مع مصالح منفذي الهجمات ومطلقي صواريخ في إشارة لميليشيال بيكاكا التي سهدفت المعسكرات التركية بقصف متكرر القصف يأتي بعد مرور أكثر من عشرين يوما على القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل والذي تبنى الحرس الثوري الإيراني رسميا معتبرا أن القصف جاء ردا على الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني وكانت حكومة كردوسان العراق سعت إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد إيران بسبب القصف إلا أن مسؤولين في الحكومة ببغداد كشفوا عن إلغاء حكومة رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي الشكوى مؤكدين عدم رد إيران على طلبات توضيحا متكررة بشأن الاعتداء ومنذ نحو عامين تتعرض أربيل إلى هجمات صاروخية ما بين الحين والآخر بعضها نفذ بطائرات مسيرة وقفت وراءها إيران وميليشيات مسلحة تابعة للحجد هجمات تأتي على وقع صراعات سياسية وحزبية وميليشيوية مستمرة في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن اشتركوا في القناة